والصدروف اقليمية بالغة التعقيد ومع دخول الحرب الاسرائيلية على غزة شهره ثاني تتزايد المخاوف من فتح جبهات جديدة ومن تصعيد يذهب بالمنطقة الى منزلق يصعب منه الخروج على بعد نحو 1000 كيلو متر من الساحة الفلسطينية تسعى فصائل عراقية لسحب القوات الامريكية لمواجهة مباشرة اذا اعلنت استدافها مجددا قاعدة قرب اربيل تضم القوات الامريكية والتحالف الدولي وقاعدة عين الاسد في الانبار فضلا عن قاعدتين في سوريا الداخل العراقي يغيب عنه الاجماع حول وجود قوات وقواعد التحالف في البلاد اذ تنقسم الاراء بين من يصف وجودها بالشرعي كونه يأتي بموافقة بغداد وبين من يرفض هذا الوجود بشكل قاطع نحن نأمل من جميع تلك الحركات المقاومة التي تناصل قضية فلسطينية ان تعمل على التزام بسياسة الدولة والتدخل من الناحية العسكرية عن طريق وزارة الدفاع حتى نكون امام دولة قادرة على تحريك قرارها الامني بشكل دومنواسي وبشكل اداري بامتياز السفير الروسي لدى بغداد قال مؤخرا ان الحكومة العراقية هي صاحبة القرار بشأن الوجود الامريكي في العراق لكنه لم يخفي في الوقت عينه رغبة موسكو بان تغادر القوات الامريكية الاراضي العراقية الولايات المتحدة اعلنت ان قواتها في العراق وسوريا تحرضت لثمانية وثلاثين هجوما في الايام الماضية هذه العمليات دلالة على انها رسائل مرسلة الى قوات التحالف بان فصائل المقاومة والتي تمثل الشعب العراقي بانهم رافضين الى العمليات التي تحدث حاليا في فلسطين وعلى ضوء هذه التطورات وتزامنا مع الحرب في غزة شرعت واشنطن بنقل قوات نوعية الى منطقة ونقصد هنا حاملتي الطائرات ايزنهاور وفورد وتبع ذلك ارسال الغواصة اوهايو التي تعمل بالطاقة الذرية الى منطقة الشرق الاوسط موقع المونيتر الامريكي ربط بين ارسال الغواصة بالهجمات المستمرة التي تشنها جماعات المدعومة من ايران على مواقع القوات الامريكية بهدف تعزيز التحشيد الكبير للقوات العسكرية الامريكية والقوات المتحالفة معها في المنطقة وهو ما ينبئ بحسب المراقبين بعزم واشنطن على اتخاذ خطوات فعلية للرد على مهاجمة قواتها